ترجمة نانسي قنقر قاعدت أن أفكر بيني وبين نفسين في هذه اللحظات هل أكتب عن سيكونوجي تترمي أو أتحدث عن هذه اللحظات الأسر والألم اللي ممكن تعيش فيها السيدة عندما كانت بحالة وبين يوم وليلة صارت تحمل مسمة آخر لمعطيات لأمور كثيرة التي كثيرا ما تعاني من أشكال متعددة ومتداخلة من التمييز فالمرأة يمكن أن تتعرض لمزيد من خطر الظلم بسبب عمرها أو مستوى دخلها أو انتمائه العرقي أو بفعل الإعاطة وغير ذلك من العوامل أما الأورامل فهن مستضعفات بصورة خاصة فالكثير منهم متقدمات في السن وربما لم يجربنا العمل خارج البيت وقد يجدنا أنفسهم على شفى الهاوية بعد الوفاة الشركاء هن لا سيما في مناطق النزاع والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية إن اليوم العالمي للأرامل يدفع فرصة للتأكيد على حقوق أولاك التي تحل بهن الفاجعة يليها الإقصار ورساءة المعاملة أو فقدان المسكن وأسباب المعيشة والمكانة الاجتماعية وفي المجتمعات التي لا تعتبر الأمر مكتملة إلا إذا كانت متزوجة لا تتطالب على الأهلي التطوعي ولتعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببرد مجتمعه وبطنه عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهالفة من خلال تشغيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كافة أفراد ومساعدات المجتمع المدني والمساعدات الهكومية والخاصة في دولة الكويت لتأكيد أدت أهداف تعود من دفع على كافة شرائح وأضياف المجتمع الكويتي لأخذنا على عاتقنا تكريم الفائزين في سابقة جارة البغلي كبير البار في عام 2000 وحيث تتعلمون من دفع المجتمع اشتركوا في القناة